السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي من أكثر الأسئلة اللي من يوم ما فتحت قناتي في اليوتيوب توصلني اللي هي هل بعد ما أبيع جهازي هل أحد يقدر يسترجع البيانات والصور اللي فيه؟ خلينا نشوف الفيديو مع بعض طيب يا شباب فعليا هذا من أصعب الأسئلة ليش؟ لأنه التقنية ما لا حدود يعني ممكن أن أجاوبك اليوم لا ما فيه أحد يقدر يرجع ينزل أداء أو ينزل برنامج يرجع كل شيء فالتقنية متسارعة والتقنيات تتحدث أول بأول فما فيه شيء مضمون أبدا اللي أقدر أقول لك هو أنه الشركة مثلا زي شركة أبل كاتبة في موقعها أنه الفورمات هو طريقة وحدة إعدادات عام إعادة تعيين مسح كافة محتوية الجهاز ما قلت لك أي طريقة غير كده طبعا إنت لو جيت تجربها الآن فورمات جهازك ولفيت الكرة أرضية ما حتقدر ترجع شيء طيب أجهزة الأندرويد بمختلف الشركات اللي بيسوي فورمات فيه ناس تقول لك أقدر أرجع لك بينات فيه ناس لا أجهزة الكمبيوتر نفس الشيء برامج إرجاع المحذوف مليانة وسبق ونزلت أكثر من برنامج وحط لك هو في رابط بصندوق الوصف حتى المحادثات المحذوفة من الواتس أب أيضا سبق واستعرضت أو نظر عليه وقلت جربوه لأنه ما ضبط معايا أنا وبرضو بحط لكم هو في صندوق الوصف مو هذا موضوعي موضوعي أنه فيه تطبيقات وبرامج للكمبيوتر والجوالات آيفون وأندرويد نظام ماك وويندوز كلها تدعي بأنها ترجع المحذوف بعد الفورمات بس أنا أقول لك من تجربتي ما فيه أي برنامج يرجع أي شيء لو ما عندك نسخة احتياطية يعني زبط كده بدون نسخة احتياطية ما فيه شيء بيرجع حابب تجرب بترك لك البرامج في صندوق الوصف طيب إيش الأكثر أمان يعني اللي ممكن تطمننا شوية أنه ما حد يقدر يرجع فكرة اللي بيرجع هذه البرامج أنه دايما مثلا لو أنت جهازك 128 جيجابايت بتلاقيه دايما أو أول ما تشتريه بتلاقيه 113 جيجابايت طيب ليش؟ بيقول لك نظام طيب النظام دايما ما أخذ 6 جيجا إلى 7 جيجا طيب فين المساحة الباقية المساحة الباقية أنه بيقول لك أنه الجهاز بيتم تخزين فيه تخزين إضافي يعني ما هو من ضمن الداكرة اللي هي طالعت لك هذه تنفع في حالة استرجاع البيانات المحدوفة طيب البرامج هذه تعمل على هذا الشيء طيب بيقول لك إيش الحل في هذه الحالة؟ الحل إنك بعد ما تسوي عملية الفورمات هذه سمعتها من أكثر من شخص وما أعرف مدى صحتها ولكن هذه اللي إحنا مشيين فيها حتى الآن من زمان بعد ما تسوي عملية الفورمات لأي جهاز كان سواء آيفون أو أندرويد إيش اللي تسويه؟ تفتح الكاميرا تحط الفيديو أعلى دقة وخليه سجل إلى ما يتفلل المساحة كاملة بعد ما تسوي عملية الفورمات مرة ثانية طيب إيش الفائدة؟ بيقول لك الفائدة أنه برامج رجاع المحذوف هذه بيرجع آخر شي كان موجود في الجهاز قبل الفورمات فحيطلع له مثلا الفيديو هذا اللي أنت مصوره سواء أنت كنت تحطه على الأرض أو على الجدار الموجه أو إلى آخره فحيرجع له لو رجع هذه عموما تطبيقات وبرامج رجاع المحذوفة حتى لما بترجع شي بترجعه ما هو الجودة الكاملة بترجعه شوية بترجع شي منه بسيط فعالم كبير فإيش الحل؟ الحل طبعا مستحيل نكوم الأجهزة عندنا ومن بيعها بالذات اللي بيغير كل سنة محتاج أنه يبيع جهازه القديم عشان يزود ويشتري جهازه الجديد فالحل فرمت والله يشتري علينا وعليكم وبيع وتوكل على الأمين اللي حيشتري جهاز مستعمل وحيجلس يجرب وينزل برامج ويشو يعني ما أبغى أقول شي وما أبغى أطول عليكم زيادة فأتوكل على الله والله يشتري علينا وعليكم يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لكم السابسكراك في القناة وفي أمان الله